في الذكرى الخامسة والعشرين لمعركة بيت القرين رفع وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح علم دولة الكويت عاليا في بيت القرين عرفانا وتقديرا لروح الشهداء الأبرار وعقب جولة داخل المتحف أكد الشيخ سلمان لحمود الصباح رمزية هذه الذكرى وأهميتها في قلوب الكويتيين مشددا على ضرورة الاتعاض من الماضي والحفاظ على الكويت الحبيبة حاضرا ومستقبلا ارتفعت راية الكويت في سماء بيت القرين منبت الشهادة والبطولة والتضحيات في تقليد سنوي يستذكر فيه الكويتيون المعارك التي وقعت في هذا البيت وسقط فيها شهداء كثر دفاعا عن الوطن الحبيب وفداءا للكويت الغالية هذا اللي أثبتها الكويتين في كل تاريخها من تماسك ومن تفاعل ومن وحدة وطنية حقيقية وليست مصطنعة فالله نسأل في هذا الصرح في بيت القرين لشهداء الأبرار المغفرة وليدويهم الصبر والسلوان وإن شاء الله نعمل جميعا من خلال استذكار هذه الأبر الوطنية للعطاء ثم العطاء ثم العطاء لبلدنا الغالي الكويت تاريخ الرابع والعشرين من فبراير من العام 1991 سجل نقطة تحول في تاريخ الكويت الحديث فمن بيت القرين كانت الشهادة والبطولة لتشرق في السادس والعشرين شمس المجد والحرية نحن نستفيد من هذا الموقع لتذكير أجيالنا الحالية والقادمة ما قام به هؤلاء الأبطال وبالتالي مهم جدا أن نعرف هذا الجيل بالعمال البطولية التي قاموا بها تجاه دولتنا الكويت الحبيبة المعركة صارت من ساعة 8 صبح إلى ساعة 6 مساء خلال هذه المعركة سيشهد ثلاثة من أفراد هذه المجموعة وفي نهاية المعركة تم أسر تسعة من أفراد المجموعة وتم أعدامهم في يوم 25 فبراير قبل يوم واحد من تحرير الكويت والحمد لله هذه الاحتفالية السنوية التي نقوم بها احتفالية نسترمين فيها إن شاء الله وكل سنة نضيف شيء جديد لهذه الاحتفالية في غمرة الاحتفالات الوطنية لا بد لنا أن نقف دقيقة صمت حزنا على أرواح المناضلين الأشراف وأن نستخلص العبرة الوطنية في الحفاظ على سيادة وحرية واستقرار وطننا الحبيب نعم هنا يرفرف علام الكويت خفاقا أبيا في وقفة عز تخلد ذكر الشهداء الأبطال ومن هنا بذغ فجر الحرية لطبق الكويت حرة مستقلة وأبية من بيت لغرين جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت